طيب التحدي ده طلع ازاي هاتيك توك يعني هل هما الابليكيشن دي ذات نفسه هو اللي صرر بالتحدي ده يعني هو اللي بيبس الافكار دي ولا طالع من عندنا احنا يعني عايزين نفهم يعني ايه اللي جات فكرة التحدي ده اصلا لا التحديات دي جات فكرتها من طبعا المبرمجين بتوع الابليكيشنز والالعاب لا هي مستوردة من برة من الثقافات الاوروبية المبرمجين بتوع الالعاب بيحطوا الالعاب دي وطبعا اللعبة كل ما بتشهر كل ما اللعبة الاقبال عليها اكتر فبالتالي بيتربح منها صاحب الابليكيشنز وابتدت الالعاب دي تنتشر بقى على يعني اكتر تطبيق بتنتشر عليه الالعاب لانه تطبيق مش عليه اي نوع من الرقابة وبتسعى طبعا الدولة جاهدة متكسفة مع الاعلام مع في كل التنبيهات في كل حتة في المدارس ينبعوا ان تطبيقات التيك توك ابتدت واضح جدا ان هي تؤثر بالسلب بل بتؤدي بحياة بعض الاطفال والمراهقين بالوصول للوفاة ده ده اللي هي تحدي كتم الانفاس لكن انا عن نفسي لسه بتفرج على مسلسل وبعدين فجأة لقيت مشهد في المسلسل ابن خالد النبوي دخل عليه لقى عامل المشنقة دي فهو حتى بين المشهد التمثيل انه تخض والولد بيقوله انا بهزر قاله ده مش هزار وكان هو القبزة نفسه هيروح فيها طيب ما احنا ليه الدراما ليه بقى ما هو يعني دي حاجة احنا رفضينها هل احنا مطلعينها في المسلسل عشان نقول للناس ان خلي بالكم في لعبة كذا ولا عشان اجاري الترند وابقى ماشي مع الحكاية ولا ايه انا عايز اقول لحضرتك حاجة الترند ده انا لما بععد مع مراهقين وقعد اشوف انزل لتفكرهم اشوف هما بيفكروا ازاي انا عايز اقول لحضرتك الترند بقى عندهم ولع بالترند ولذلك طبعا من منصة برنامج حضرتك بنوجه لكل المؤلفين ووضع السيناريو ان احنا نخلي بالنا كويس جدا من النمازج لان انا لما بعمل فوكس على حاجة ممكن انا بصح الفكرة في زهن طفل مكتائب او نقم على حياته فيقوم ينفذها وانا يعني اخسن بالله انا جتلي فعلا حالة وفاة بس الام والاخت بيتعالجوا نفسيا بعد ما حصل الموقع الولد كان بيشايفه يعني بيلعبها وللأسف الكرسي تزحزح من تحت رجله فالولد الله يرحمه يعني ايه لعبة ايدي اللعم المشناء انا وزوء الكرسي لعبة ايدي مش بتكلم فعلا عن حالات وقعية لا ده قالوا بتاعلكوا ايه ده هم قردي ميتوا خلاص بعدي يعني هم في وفاة ايه كلينيكي اشتركوا في القناة